بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا الهادي الأمين محمد عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد إخواتي وإخواتي مشاهدي قناة الصحة والجمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودايما بكون سعيد وأنا مع حضراتكم على هذه الشاشة الجميلة شاشة الصحة والجمال وأخذ منها كما تعودت مع حضراتكم هذا الدعاء لكم زادكم الله صحة وعافية وبهاء ونورا وسعادة وسكينة وطمأنينة وجمالا يا رب العالمين ربنا يسعد أيامكم كلها ويملأ بيوتنا جميعا بالخير والسعادة والسلام والعبادة وطمأنينة والتفاهم والانسجام يا رب العالمين الحقيقة في فكرة ربما تكون مطروقة يعني اسمعناها كتير وتكلم فيها العلماء والدعاء وخبراء العلاقات الزوجية يعني التنمية البشرية وخلافه كل واحد بيدلي بدلوي وبيقول نصحته وبيوجه الهدف من كل هذا هو أن تكون هذه العلاقة المعقدة جدا والبسيطة جدا في نفسه إزاي معقدة وبسيطة اللي هي العلاقة الزوجية لأنها ربنا سبحانه وتعالى في القرآن وصف هذه العلاقة بأنها آية زي الشمس والأمر والنجوم والبحار آيات ربنا في الكون جعل من هذه المنظومة المبدعة هذه المنظومة العظيمة المعجزة هذه العلاقة فقال سبحانه وتعالى في سورة الروم ومن آياته دلاء القدرات وعظماته سبحانه وتعالى أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شوفوا بقية الآية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إذن هذه العلاقة تحتاج دائما إلى تفكير في الإصلاح وفي التجديد وفي تعديل المصار لو الحرف يمين أو شمال لأن الزواج ده مش عملية بيولوجية فقط يعني مش عملية جسدية ده العلاقة الجسدية الجزء ربما يكون مهم صحيح لكن له أهداف له ما بعده فيه دواير تانية في هذه العلاقة محتاجين ننتبه ليها وناخد بالنا منها لأن إحنا بنتعامل مع بعض كده بالشكل الرتيب بالشكل المعتاد يوم بيجيب يوم وهعيشة والسلام ودينا صبرين عشان الأولاد وعشان كذا بيحصل حالة من الفطور والبرودة في المشاعر ويتحول المسألة إلى تحمل وإلى كابت وإلى كذا وربما فجأة تنفجر هذه الأمور المكبوطة في النفس سواء لدى الزوج أو لدى الزوجة أو لدى الأسرة أو البيت بشكل عام تنفجر في العلاقة فيحدث ما لا يحمد عقباه وقد تكون الحكاية دي في أول الزواج في نص المشوار بعد ما الناس تكبر في العمر يعني وارد لذلك مسألة التنبيه على الإصلاح والأبديت والتجديد والتغيير طول الوقت ده مهم لأن الهدف من البيت الهدف من العلاقة دي العلاقة الزوجية هدف سامي جدا وعظيم جدا وهو تكوين الأسرة التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العلاقة نفسها وكلام ده مش من عندي يعني شيء عجيب جدا لما لما النبي صلى الله عليه وسلم يفاجئ الصحابة وإحنا من وراهم الأمة اليوم القيامة يقول معنى جديد خالص في العلاقة الزوجية ما كانتش معمول حسابه في هذه العلاقة من قبل الإسلام أقصد العلاقة الحميمية جدا العلاقة علاقة الجسد بالجسد بالنسبة للزوجين الإسلام يحط فيها معنى جديد يربطه بربنا سبحانه وتعالى أنت تستغرب إعلاقة دي شهوة دي مسألة يعني تفريغ جسدي وما إلى ذلك زي حضراتكم عارفين إعلاقة ده بالدين إعلاقة ده بعبادة ربنا سبحانه وتعالى لا ده أنت تتفاجئ بأكتر من كده بكتير النبي صلى الله عليه وسلم يحط المعنى ده عشان عمال يغير شوية بشوية في مدة دعوته من مفاهيم كانت سائدة ويضع أطر جديدة لهذه العلاقة اللي ينتج منها الأسرة ثم المجتمع ثم الدول ثم يعني ينتشر المسلمين في العالم بهذه القيم النبيلة وهذه العلاقات السوية بينما أمم تانية ربما تكون أسبقنا في التكنولوجيا مش هقول الحضارة لأن مفهوم الحضارة ربما يختلف عن مفهوم التقدم التقني أو التكنولوجي نلاقينا إحنا بالقيم بتاعتنا سابقين ربما نكون متأخرين شوية لظروف كثيرة جدا تاريخية وإلى آخره عنهم في التكنولوجي لكن إحنا سابقين بهذه القيم وإحنا أمة لا تملك في الحقيقة إلا تصدير القيم العظيمة أو ينبغي أن يكون كذلك تصدير القيم النبيلة العظيمة للإنسانية جميعا لأن ربنا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس مش مجملة الله سبحانه وتعالى وعز وجل لا يحابي أمة على حساب أمة لكن الله اختار هذه الأمة لتكون شهداء على الناس على الناس على كل الأمم إذن احسسنا بالمسؤولية من خلال حتى العلاقة الزوجية بإن إحنا لنا هدف من هذه العلاقة يخفف عننا الخلافات اللي ممكن تحصل وإحنا ماشيين في هذا الطريق فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع مفهوم جديد في العلاقة البيولوجية العلاقة الجنسية يعني واللفظة دي أصبحت عادي يعني مستعمة مفهومة يقول للصحابة في مفاجأة جديدة جدا تضاف إلى هذه العلاقة وتديها عمق وبعد جديد جدا النبي عليه الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه عليه يقول إيه وفي بضع أحدكم خلي بالكم من اللفظة اللي جاية دي البضع يعني العلاقة بين الزوج وزوجته وفي بضع أحدكم صدقة إيه الكلام ده ده كلام جديد أو يا رسول الله أيوة والإسلام جاي يعد المصار البشرية ويصحح أفكارها ويحيل حتى التصرفات اللي بنعتبرها عادية جدا لدرجة أنها التصرفات تتعلق بحقوق الجسد أو الشهوة وما إلى ذلك لا يحطها في إطار عبادي إطار يتعلق بالثواب والعقاب تخيلوا ده مش تقييد طبعا لحرية لأن بالعكس ده هو بيعمل حاجة أن كل البشر بيعملوها كل ذكر وأنثة بيتزوجوا بهذا الشكل لكن لا إحنا لنا هدف إحنا كمؤمنين بالله سبحانه وتعالى وأصحاب رسالة وأصحاب قيم حتى هذه العلاقة لها هدف مختلف عن الناس نعملوها في بعض الأوقات وتنتهي وتبقى يعني عادة طبيعية بين الزكر والأنثة أو الزج والزكت لكن إحنا لا إحنا بنعمل كل حاجة بنية إنما الأعمال بالنيات وهذا العمل وإن كان شهوة محضة يعني مسألة لا يتخيل الناس أنها دقلة في منظومة العبادة والثواب والعقاب لا الإسلام حطاه في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يفاجئنا بهذا المفهوم الجديد في العلاقة الزوجية تحديدا علاقة الفراش فيقول لنا عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة فالصحابة استغرب وتندهش وتتعجب لكن فهموا المعنى يقولوا أحدهم يا رسول الله أو يأتي أحدنا ده اندهاش هذا السؤال الاستغراب واندهاش أو يأتي أحدنا شهوة ما يفعل شهوة إعلقتها بالثواب والعقاب أو يأتي أحدنا شهوته ويقول له بها أجر يعني ياخد ثواب عليها كأنه تصدق كأنه صلى ركعتين كأنه كذا يعني شيء جديد خالص على مفهوم الصحابة والمسلمين أو يأتي أحدنا شهوته حاجة لا تتعلق بالثواب والعقاب في مفهومنا في تصورنا إحنا فهمين أن العبادة بس صلى وصوم وزكى وحج وعمرة والحاجات دي إعلاقة العلاقة الحميمية في الزواج بالثواب والعقاب هو ده عظمة الإسلام وجمال الإسلام وإنه يحولك حتى تصرفاتك العادية جدا التي لا تتخيل يدخلها في منظومة الثواب والعقاب حتى يعني يدخ لك الحسنات وجعلك ماشي في إطار من النور حتى في هذه العلاقة الشهوانية المحضة أو البحثة يعني وفي بضع أحدكم صدقة فتقول الصحابة أَوَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون له بها أجر فالنبي رد على السؤال بسؤال توضيحي أكثر وتفسيري عليه الصلاة والسلام على طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام في التركيب اللغوي والإعجاز البياني والبلاغي عليه صلوات الله وتسليماته فيقول لهم أرأيتم إن وضعها في حرام يعني جريمة الزنا والعياذ بالله أكان عليه وزر أنتو عارفين الزنا فيه كبيرة من الكبار وأنتو عارفين فس بيذكرهم بالحكاية دي أرأيتم إن وضع هذه الشهوة أو مرس هذه العلاقة في ما حرم الله سبحانه وتعالى هيكون عليه وزر ولا لا بيذكرهم بينبههم بمسألة هتكون هي تقابل الإجابة الأخرى دي هندسة الإجابة إذا صح التعبير عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب ما قلش آه ولأ وخلاص لكن لكن يوقز مشاعر الانتباه وأدوات الانتباه في نفس من يسأله ومن يستفسر صلوات الله وسلامه عليه يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر قال له نعم طبعا يزني يبقى يرتكب كبيرا من الكباب بمنتهى البساطة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر يا سلام على روعة النبي وجمال النبي صلى الله عليه وسلم وبساطة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في تبسيط الأمور المعقدة والمركبة واللي بتتعلق بالثواب والعقاب في هذه الجملة البسيطة اللي افهمها كل الناس وكل الأجيال إلى يوم القيامة لو حطها في حرام عليه وزر زنب يعني آه دي متفقين عليه طيب في المقابل كذلك إن وضعها في حلال كان له بها أجر فدي المنظومة الجديدة ودي المفاهيم الجديدة ربما بقى وده الخطر وده اللي ربما بيبعدنا عن الهدف في العلاقة الزوجية حتى في أخص خصوصيتها إن احنا ما بننتبهش لهذا الهدف إن حتى العلاقة الشهوانية البحثة فيها ثواب وفيها حسنات ده يعمل إيه يخلينا قدامنا ربنا سبحانه وتعالى الهدف الاستمتاع بالحلال والابتعاد عن الحرام يعني فكرة الأجر والوزر فكرة الثواب هنا ثواب وهنا عقاب تخلينا دائما أميل إلى كسب الثواب ده أمر طبيعي فالنامي صلى الله عليه وسلم يعني إذا صح التعبير يضفر المعاني في بعضها عليه الصلاة والسلام عشان تبقى شيء مستحضر في قلوب المؤمنين وهم بيمارسوا خاص ما في العلاقة الزوجية من خصوصية وهي العلاقة الجسدية والحميمية وده يعطي يعني يعطي مناعة نفسية وروحية وطاقة ربما جسدية لمن يؤدي هذا الأمر في حلال طبعا أنا يمكن الحلقة دي سمتها بعنوان زوجة وكلامي عن الزوجة تحديدا في هذا الكلام بس أنا قلت أقول المقدمة دي لأنها مهمة زوجة خمس نجوم قصة خمس نجوم معروفة في القتلات والفنادق يعني ودلوقتي بقى فيه سبع نجوم وفيه حاجات تانية لكن يعني معناها الخدمة الفائقة يعني محاولة إيجاد الراحة للنزيل طيب والفندق مهما كان مكان ليس للاستقرار إنما مكان للعابرين للمسافرين لغير القائمين يفرق عن البيت البيت ربنا قال عنه سبحانه وتعالى والله دي من امتنان ربنا على المؤمنين وعلى الناس والله جعل لكم من بيوتكم سكنة كلمة السكن متكررة في علاقة الأسرة بعضها لتسكنوا إليها ليسكن إليها والله جعل لكم من بيوتكم سكنة السكن هذه الكلمة تشع من الطمأنينة والهدوء والتفاهم والانسجام والراحة مش بقول بيوتنا بيوت ملائكية ليس فيها أخطاء بالعكس إحنا بشر كل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقلنا في الأول إن العلاقة الزوجية علاقة مركبة وشديدة التعقيد وشديدة البساطة والجمال إذا يعني فهمناها صح لأن ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا المساق العقد اللي ربط زوجة ما تعرفش ما كانتش تعرف مين هتتجوز مين في يوم من الأيام ولا هو مين هتب أمراته في يوم من الأيام وربنا يجمع هذين الرأسين وهذين الجسدين وهذين الروحين وهذين القلبين في علاقة حميمية فريدة من نوعها دي آية من آيات الله ودي سماها ربنا وأخذنا منكم ميثاقا شوف كلمة الميثاق المواسيق الدولية يعني اتفاقات عظيمة جدا إنه ده ميثاق رباني بقى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا شوفوا التعبير القرآني يفيد بمتانة هذه العلاقة وإنها لا ينبغي أن نستخفى بها وإنها مش على قدام أول خلاف تبقى العلاقة دي هوى في مهاب الريح ما ينفعش يبقى احنا مفهمناش المسألة صح آه ممكن تبقى فيه خلافات مزلزلة وبنمارس حياتنا وإحنا عمالين نعب في قلوبنا اكتئاب وحزن ويبقى احنا ما فهمناش معنى العلاقة العلاقة اللي كان الشاب بيسعى ليها ويتعب ويسافر ويشتغل شغلانتين مع بعض عشان يكون نفسه ويفكر يجيب شقة يعني بيدفع من شبابه يعني سنوات عديدة البنت اللي كانت بتتمنى إنها بس تلبس دبلة يعني كانت هذه أحلام وأمنيات لماذا بعد الزواج تتبدد هذه الأحلام ونبقى عاديين في حالة عداوة مستقنة بقول الكلام ده من خلال الواقع ومن خلال الأسئلة اللي بتجيلنا ومن خلال يعني الحالة مش عايزة أقول عامة الخير طبعا موجود في كل وقت وفي كل زمان وربما تكون المشاكل دي عابرة محتاجة بعض التدخلات وبعض التفاهمات وبعض التصحيح فنكمل صح زي ما بقول كده دايما المشكلة في الحياة الزوجية بتبقى زي المطب الصناعي مثلا واحد مش واخد باله ورح دخل في العربية المطب خبطه ونطر العربية وبتاعه كلام زي كده وكمل هيكمل طريقه بنفس السرعة وبنفس الغفلة ولا ينتبه بقى هي المشاكل في حياتنا الزوجية وفي كل حياتنا بتنبهنا لبقية لاستكمال المصار احنا رايحين فين فخلاص اتخبطنا او حصلت مشكلة مطب بننتبه لبقية الحياة واستمرار المشوار مش بنعتبر ان المطب ده هو نهاية الطريق وده الغلط يعني مين ما بيغلطش وايا كان مستوى الغلط ايا كان مستوى الخلاف اللي في الحياة الزوجية ايا كان مستوى هنوصل لدرجة الخناء التشابك بالأيدي عادي جدا ربنا سبحانه وتعالى سمى المشتبكين بالأيدي الى درجة الاقتتال ما خرجهمش عن الايمان به سبحانه وتعالى ايه الكلام ده فين يعني هاتلي دليل اقولك قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجرات كلنا نعرفها وان طائفتان مجموعتين وان طائفتان من المؤمنين شوف القرآن ما خرجهمش عن دائرة الايمان وظلوا مؤمنين حتى مع هذا الخلاف الذي وصل الى درجة الاقتتال عشان بس نخفف عن نفسنا مش نهاية المطاف ودي بقى علاقة زوجية وفيه أولاد وفيه محبة وفيه كذا وفيه عشرة عمر وفيه أيام حلو وفيه انسجام وفيه مصايف وفيه كذا راح فين كل دا في لحظة يبقى احنا خفاف لهذه الدرجة لا ما نفكرش في وقت المشكلة وننسى كل اللي فده غلط مش عند المؤمن ربنا احتفظ لهم بمنطوق الايمان وبمصطلح الايمان وبمسمى الايمان قال عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا اظن بقى مفهومة الكلمة اقتتلوا يعني الخلاف دا ما كانش فيه كلمة نابية ولا شتمة ولا سباب مجرد بس ولا سقرية ولا غيبة ولا نميمة زي ما ممكن يحصل خلافاته ويحصل طلاء وانفصل عشان كلمة من هنا كلمة يعني ممكن نعفو ونستغفر ونسامح بعض فيها لا اقتتلوا يعني حصل حمل السلاح على بعض شوفوا وصلنا لإيه وان طائفتاني من المؤمنين اقتتلوا مش نهاية المطاف فأصلحوا بينهم بالعادل واقصدوا ان الله يحب المقصدين فان بغت لسه في طائفة مصرة على القتال ده في حالة القتال المؤمنين لهم دور فقاتلوا التي تبغي مش حارب يعني انما عشان نوقفها عند حدودها ونستأنف عملية السلام مع بعض ده ده في العلاقات الدولية زي ما بيقولوا يعني فقهاء وعلماء وارباب السياسة اما البقى في العلاقات اللي فيها خال وعم وجده وجده وابه وامه واخوات واخوات يعني نعمل ايه هذه اولى بالعفو مهما كانت درجة الخلافة انا 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 بس برضو لازلت في المقدمة ليه بقول زوجة خمس نجوم لان احنا فكرة النجومية حصرناها في دوائر معينة فقط ولم نسحبها على بقية انشطتنا في الحياة او علاقتنا في حياتنا ازاي يعني يعني دايما ارتبط في ذهننا ان الممثل الشاطر الفنان يعني او الممثلة الشاطرة بنسميه نجم النجم الفلاني وخلاص اطلق هذا المصطلح على الفنان الفلاني او الفنانة الفلانية بقى نجم نجم الفلاني ويتكتب على التتر كده مثلا النجم فلان الفلاني او فيه درجات بقى حسب سنه اداءه تاريخه الفني الفنان القدير الممثلة القديرة الحاجات دي لكن فكرة النجومية طبعا تشمل شطارة الاداء وشهرة هذا النجم خلاص بقى نجم بعد شوية الكلمة دي خدناها من دائرة الفن والتمثيل وما الى ذلك الى دائرة نجوم الكورة مثلا نجم محمد صلاح لازم بنقول عليه نجم نجم النجوم وهكذا فبنطلق على الناس اللي وصلت لمرحلة معينة في مجالها سواء فن او في كرة قدم او في كذا النجومية طيب يا جماعة هل بس النجومية قاصرة على هذه المجالات ما تخلينا نوسع الدايرة شوية احنا عايزين نجومية نصل الى درجة النجومية في كل نشاطنا في الحياة على مستوى التصرفات تبقى نجم في اسلوبك يعني الناس كلها تحبك وتتدرب على كده نجم الكلمة الطيبة ما ينفعش يبقى فيه نجم الكلمة الطيبة يعني الكلمة اللي ربنا وصفها وقال وضرب بها مثلا ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة شوف دي واصلة للسماء أصلها ثابت وفرعها في السماء والسماء فيها النجم فيها النجوم يعني لازم نقض بالنا من كده فأنت تبقى وحضرتك نجوم الكلمة الطيبة في أي مجلس صلحة تقول كلمة طيبة في العلاقة بين الناس في البيع والشرة وانت رايح المول وانت ايه الكلمة رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اغراب انما في العلاقات الزوجية لابد ان نبحث عن النجومية الطالب ده ابن لابد ان نبحث له وندربه على انه ما يبقاش طالب عادي انما يصل لمرحلة النجومية يعني انا عايز فكرة انه النجومية تتوسع من دائرة الفن والتمثيل والدراما وكرة القدم وبعض الامور الى حياتنا كلها ازاي نتحول يعني الى نجوم في حديث ربما مش صحيح لكن معناه صحيح اصحابي كالنجوم بايهم اقتديت اهتديت ودي حقيقة في الواقع ان اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ضربوا المثل في الاخلاق وفي الجهاد في سبيل الله وفي الانفاق في سبيل الله وفي حسن العشرة مع نساءهم وفي كل تصرفاتهم بقوا نجوم الحقيقة يعني لدرجة ان كانوا هم اللي اهتدوا على ايد النبي وربنا فتح قلوبهم بدعوة هذا النبي ربنا جعلهم ادات تأييد لأستاذهم ومعلمهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام انا اللي بقول الكلام ده رب العالمين سبحانه وتعالى بقول هو الذي ايدك يا محمد هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين اللي هم تلمزتك شوف صناعة النجوم النبي صلى الله عليه وسلم باخلاقه وعظمته وسيرته صنع نجوم مش نسعديين رجال من المؤمنين رجال هذه الرجولة تصنع فيها فيها تعب وعنت وتربية وعلى مستوى النساء بنشوف يعني نساء الصحابة والصالحين ضربوا اروع الامثال في تحقيق هذه النجومية الايمانية فاحنا انا عايز بس نأكد على فكرة ان من النهاردة نسعى ونكتهد ان احنا نصل الى درجة ليه نبقى زهدين في كده ليه ما بقاش نجم في اخلاقي مش معناه ان انا دايما صحة ولا دايما يعني ما بغضبش ولا لكن يبقى الفكرة حاضرة في زهني ان انا تقلل من شري وتكتر من خيري يعني على مستوى انا شخصية مستوى بيتي مستوى ادائي في مع جراني مع الحي اللي انا فيه والله العظيم هنسعد وضغوطنا الاجتماعية هتخف كثيرا وهيحصل نوع من التفاهم لان انت الناس بتسمع منك كلمة حلوة بتخفف من همومها ومن احزانها اشوفوا شكلنا على مواقع التواصل عاملين ازاي كلنا حزن يعني الواحد بيخافي يقول بسم الله الرحيم يفتح يلاقي احزان واكتئابات ويدعولي انا متضمرة ويدعولي انا في كرب شديد وانا ندعي اه وكلام زي كده بس مش مجرد الدعاء فكرة النجومية دي فكرة لابد ان تكون حاضرة جدا عشان كده قلت الحالة دي زوجة خدت نموذة من الزوجة وانا بقى عندنا اشكالية في 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 ربما في في جزء من اعلامنا في جزء من خطابنا الديني في في جزء من حواراتنا لما نيجي من نتكلم مثلا عن الزوجة والنصيحة ليها بيبقى كده في الخلفية الزهنية لينا كأننا بننتصر للزوج على حساب الزوج وده غلط دي فكرة غير اسلامية بالمرة لا علاقة تلاها بالاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قسمها التأسيمة بالعدل قال النساء شقائق الرجال نص بالنص والقرآن سبق ذلك وقال ولهن بدأ بحق المرأة يعني قبل الرجل ولهن اللي ليهم قبل اللي عليهم ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف بدون شد وجذب خلاص كل واحد عارفه ولكن مفيش عندنا الصراع ده الصراع ده وارد تلقفوا بعض المفكرين خارج دائرة الفكر الإسلامي وكده أو ربما شافوا وقائع اضطهاد للمرأة العربية أو المسلمة بشكل عام في بعض المجتمعات فخدوا المنظومة الغربية اللي هي أطلقت العنان للمرأة وعطتها حقوق جيدة جدا بالفعل وقاوموا يعني عايزين يدوا المرأة المصرية أو العربية أو المسلمة حقوقها وينبهوا المجتمع لحقوقها فتطرفوا لدرجة أنهم حاولوا يزحزحوا الإسلام ودوروا مع المرأة لا المسألة مش كده هو يعني ده ده ربنا سبحانه وتعالى لو كانت المرأة دي لا شيء ما كانش ربنا قال في أول الخليقة لآدم كان آدم استمتع بالجنة والجنة أشجار وأنهار جنة بقى عيش لوحدك واستمتع إنما قال له اسكن أنت وزوجك الجنة يعني البداية كانت وجود الزوجة أول خطوة في الحياة مش في الأرض في الجنة قبل الأرض ما لازم ننتبه ليه نظلم الإسلام معنا إحنا ممكن بتصرفاتنا وبظلمنا وباعتداءنا في سلوكنا على حقوق المرأة وربما نكون متدينين وربما نكون يعني فينا مظاهر السنة ربما يعني مش بقول الكل نظلم الإسلام معنا ونشوه الإسلام ويبقى هو كده وعليه أن تصبر والجنة جوزك جنتك ونارك وده صحيح لكن استنوا بس إحنا مش بنقول الكلام ده للرجل خصما من حساب المرأة أو للزوج خصما ما فيش حاجة على حساب حاجة لأ ده هي زي ما قلنا علاقة واحدة والقرآن وصف العلاقة بحالة الإفضاء وقد أفضاء بعضكم إلى بعض وإنتوا تستغربوا في العلاقة دي إن الآيات بتاعت رمضان من أول يا أيها الذين اللهم بلغنا رمضان يا رب ونحن في صحة وعفو وعافية يا رب العالمين أنا عارف من قلوبكم وكلكم مشتقين لشهر رمضان يا رب العالمين وما يبقاش في كورونا ولا أي وباء ولا بلاء ونرجع تاني لنصلي التراويح والمساجد إن شاء الله خير واللي جاي أحسن بإذن الله تبارك وتعالى فربنا سبحانه وتعالى في منظومة الآيات مع نجموعة الآيات أو البيانات القرآنية اللي جات تتعلق بشهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيانات من الهدى والفرقان إلى آخره بعد ما خلصت آيات الصيام مباشرة القرآن نقل نقل في منتهى الجمال ومنتهى العجب ومنتهى الإبداع ما هو ربنا سبحانه وتعالى لأنزل القرآن قال عن نفسي بديع السماوات والأرض سبحانه وتعالى فقال إيه أحل لكم خلوا بالكم بقى من دقة هذا المعنى أحل لكم يا صايمين ياللي انت جوه شهر رمضان هو أحل لكم ليلة الصيام الصيام ده انقطاع عن الشهوة الحلال فما بالك بالحرام لا أكل ولا شرب ولا جماع ولا علاقة زوجية معروف فترة النهار من الفجر حتى الإفطار فيقول لنا أحل لكم لا مش معنى ان فيه صيام يعني ما فيش علاقة زوجية لا احنا ما عندناش انفصال بين الدين والدنيا ده الدنيا مزرعة للآخر ده مفهوم غريب علينا ما النبي قال لنا في أول الحلقة هو صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صادقة زي ما بتدي كده جنيه ولا بأي عم صادقة في بضع أحدكم صادقة بتأخذ أجر على هذه الشهوة الحلال طب عايز إيه بعد كده ربنا سبحانه وتعيون أحل لكم ليلة الصيام الرفثوا إلى نسائكم شوف بقى التعبير اللي جاي هن لباس لكم وأنتم لباس لهن كلمة لباس اللي هو المال بس يعني كله هن لباس وبدأ بهن نساء يعني بالبلد خالص كده بعد ما عصارة كلام المفسرين يعني هي زوجتك ستر وغطع عليك ببساطة شديدة وانت ستر وغطع عليك خلاص ستر غاية تسطرك تسطر عيوبك أسرارك وأنت كذلك هن لباس لكم وانت ما بتيجي تلبس بدلة أو ترينج أو أي ملابس أو أنت بتلبس مقاسك زي كان سمول ميديم لارج اكس لارج اكس اكس لارج لو أنت ما شاء الله تخيل شوية أو أنت يعني في مقاسات ما بتلبس ما البس فضفاض عليك الناس تضحك عليك ولا تلبس حاجة ديقة خالص بأنت مخنوق منها أنا بقول المعنى ديقة لأن القرآن قال كده بالنص هن لباس لكم فمن شأن الملابس المريحة أنها تكون زينة لك وده دور المرأة من وراك دور الزوج ودور الزوج لزوجته أنها تكون مريحة تكون سترة عورتك مش في مع أول غلطة منك ولا أول غلطة منها إذا خصم فجر دي مش علاقة دي علاقة نقصة كأننا متربسين لبعض نفضح بعض في أول مشكلة إيه ده 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 هو يرى منك ما لا يجوز لأقرب الناس إليك أن يرى مفهوم الكلام تقلل الأب ولا الأخ ولا تقلل يشوفوا عورت بنتهم أو اختهم إنما يراها زوجها إفضاء وترى منهم ما لا يرى من غيره وهكذا فلازم نفهم العلاقة بهذه المعاني إنما ناكل ونشرب ونتجوز ونخلف ونروح لدكترا ونروح المصايف وبتاعه الحياة كده وتحصل مشكلة ما احنا مش منتبهين لهذه المعاني تخلص العلاقة في لحظة بعد عشرين سنة تلاتين سنة بعد ما بقى عندنا أولاد ولا أحفاد ولا بتاعه ومحاكم الأسرة مليانة ما بحبش تتكلم دايما في المواعز الخشنة ولا نقلب المواجع لكن خلينا ننتبه نعمل تجديد لحياتنا من خلال نور القرآن العظيم لأن القرآن ده مش جاي لصوم وصلاة وتكبير وأزان وخلاص إنما جاي عشان يدخل في الفراش نفسه لم يقولك في بضع هديكم صدقة يعني الإسلام نور لك علاقتك الخاصة جدا 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 فيه بعد كده يبقى فصل هداية القرآن وهداية الإسلام عن تفاصيل تفاصيل حياتنا إحنا اللي بندفع تمنه إحنا اللي والله يسامح بقى ويجازي الناس اللي قدموا لنا الدين بهذه الصورة الخشنة هذه الصورة الجاهلة هذه الصورة المتعصبة فبقى ارتبط بالإسلام في أذهان بعض الناس بالتخويف وبجهنم بس وبئس المصير لا المسألة مش كده إعلاموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب قل يا عبادي الذين أصرفوا يعني وصلوا إلى حد بعيد في المعاصي لكن عايزين يرجعوا ربنا مين يقدر يمنعهم يمنعهم الشيخ الغبي آسف في اللفظ اللي بيكره الناس خايف من حد أيوة ده موجود لأن النبي أنت مش أحسن من سيدنا معاذ اللي النبي مسك إيده في مرة وقال له يا معاذ والله إني اللي أحبك شهادة مفهاش بعد كده وفي مرة تانية لما سيدنا معاذ عمل إيه الغلطة اللي عملها صلى بالناس صلى مع النبي ورح يصلى بعد اتفاق مع قومه في بلد بعيدة أن يصلي بهم صلاة العشاء ببساطة شديدة فصلى والناس جاي بقى من تجارتها ومن أشغالها وتعبان صلى بهم بصورة البقرة كاملة لدرجة بعضهم طلع من الصلاة ورح يشتكال لنبي سعصال لأن سيدنا معاذ تهموا بالنفاق إزاي تطلع من الصلاة وكان كل همسة في الدين حاجة صعقة كبيرة في زمن الصحابة في القرن الأول وفي العهد الأول على وجه القصوص طبعا إنكم تعملون أعمال كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات الأمور خفت بعد كده فلما النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الخبر ما لهمش ايه هو عمل فيك غلطة هو كان بيصلي بيكم بسورة البقرة انتو طولوا أن معاذ تلميذي النجيب لا يأتي على رأس العلماء يوم القيامة ولنا شهدت له بأني أحبه ولذلك فالله يحبه عز وجل بحبي له تطولوا يصلي بيكم صلاة العشاء انتو ايه وده زمن النبي وجيني يشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداء النبي اللي قال لي معاذ إني أحبك قال له أفتان أنت يا معاذ أين أنت من الشمس وضحاها والليل إذا يغشى سورتين أخفك الأمور تقدر بمقادر محدش بقى يفتأت ولا يعمل بطل على الناس ويكون هو قوي في دينه فيقدم الموعظة بشكل خشي وفي نفس الوقت ما أحبش أقولها يعني يطلعوا على بعض الناس دعية كيوت يعني بيخاف لا إحنا مفيش حد بيجيب حاجة من عنده الحلال وبين والحرام وبين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات على حسب ألفاظ الحديث والشريعة مكتملة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلامة دينة طب ما أنت كلامك حلو هو كلام ربنا المشكلة جاية منين فيما تعلق بتشويه الموعظة المشكلة جاية من أسلوب بعض الناس يعني بيضيف للإسلام انفعالاته الخاصة إذا كان عنده أزمة معينة وده برضو مختلف عن الغيرة على الدين والغيرة على شريعة الله سبحانه وتعالى دي الغيرة احتواء حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ده النبي صلى الله عليه وسلم وإنت لن تكون أحرص على دين الله من من نزلت عليه الرسالة بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه فإحنا ما نحكمش الإسلام لتصرفات المسلمين يعني دي دي بقى ظلم وإجحاف وعدم وعدم إنصاف لكن مش كل الناس بتفهم كده خصوص إذا كان هذه الزوجة متدين فأنا عايز أقول فكرة النجومية مرة تانية مهمة أول إن إحنا نستحضرها لأن الدنيا لو ملكناها من أولها لأخيرها وإنت معاك زوجة بتنغص عليك عشتك وده واقع بنشوفه في الفنان ولن تشعر للحياة الدنيا بطعم وهتحس إنك إنت شايل على راسك الجبل إذا كنت صابر عليها ولا عشان الأولاد ولا أنت بتحبها فعلا ولا 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 حاسس بعبء نفسي غير عادي وده بنشوفه في مشكلات كتير وفي وقاع كتير من حياتنا الاجتماعية عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا اللي انت شايفينها دي كلها عبارة على المتاع متاع الدنيا متاع وخير ومتاع الدنيا أحسن حاجة في الدنيا عمارة في المحافظة كذا أو أصر في المكان الفلاني أو فيلا في المكان العلاني أو رصيد في البنك كل ده جميل وكل دي من وسائل مريحة يا ربنا يزيد الناس ويبارك يا رب العالمين لكن في أحسن من راحة البال في أحسن من العلاقة الزوجية النقية الصافية المريء اللي فيها تفاهم وانسجام فيش أحسن من كده ده النبي اللي بيقول كده ده المعيار الدنيا متاع وخير ومتاع الدنيا المرأة الصالح وبعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله أي النساء خير أحسن واحدة في الستات في الزوجات مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال عبقاري جدا كانت دايما الصحابة يسألوا النبي أسئلة كأنها رزق الأمة من بعدهم وفرصة النبي موجود صلى الله عليه وسلم فبيقولوله أي النساء خير فهم النبي المقصود بالنساء يعني الزوجات شوف الإجابة بيقول تهل بساطة سهلة جدا جدا بس أحيانا تبقى الممارسة صعبة البنت اللي ما تربطش على السهولة في الحياة السهولة بمعنى البساطة والإنبساط والبشاشة والتفاهم وعدم التعقيد وما إلى ذلك بتبقى يعني بيسموه خميرة عكننة يعني نصدر منها الاكتئاب إذا صح هذا الكلام لكن بيقولوله أي النساء خير يا رسول الله شوفوا جمال السؤال فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرد بهذه البساطة وهذا الجمال وهذا الجلال وهذه الراحة وهذه الأريحية فيقول عليه الصلاة والسلام تسأله عن خير النساء خدوا عندكم بقى اللي بتصلي ميت ركعة في اليوم لا ما قالش كده اللي بتختم كل يوم القرآن ختمة كاملة من أول فاتحة لسورة الناس لا مش في الإجابة الكلام ده طبعا ما بقول ده الكلام ده مش معناه أني ده وحش طب يا ريت نتمنى بس النبي ما قالش كده لما بيسأله أي النساء خير خير ده بقى حط بقى منظومة عبادات وقيام ليل وطلقات قرآن وصدقات وكلام زي كده مش ده المعيار ده جميل ومهم وده المفروض هذه العبادات إذا وجدت تحسن تجود الحياة الزوجية والحياة الأسرية وتحسن أسلوب التربية إنما لو انفصلت عن كده شوف النبي لما انفصلت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تجلس مع السيدة من هذه يا عائشة قالت إنها امرأة تذكر من كثرة صلاتها بتقول أنا بصلي كذا بتقول السيدة عائشة بصلي كذا وقم للكذا وبتصدق بكذا وتذكر من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها وصدقاتها إيه المشكلة عندها مشكلة بس تتخيل إيه المشكلة واحدة بتعمل كل الأعمال الصالحة والطيبة دي وتمارس كل هذه العبادات العظيمة إيه مشكلتها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها انت وقفت عند الكلمة دي يعني شغلتنا خفيفة عندنا صح إنهما يعذبان في كبير إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير في أعين الناس في حاجات كتير ساقة بسيطة عندهم إيه يعني بتؤذي جيرانها بلسانها طب ما في قدامها صلاء وصوم وعبادة وقيام الليل وتلوية قرآن وختمة وختمة لكن لسانها صليت لسانها زفر زي ما بنقول أنا آسف في اللفظ مع كل ده طب الصلاة راحت فين عملت إيه لللسان ده وهي بتوعبود ربي معرفتش إن الجر ده حق الجر دي لها حق ما تقزهاش بلسانها سواء نميمة أو غيبة أو طوقيع أو سخرية أو أو إلى يعني ما جاتش سيرة الحكاية دي في منظومة العبادة القلب ده لم يرق لحقوق الجر يبقى نعمل إيه بالعبادات دي يبقى إن شاء الله تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وقيامها وصدقتها لكنها تؤذي جيرانها بلسانها النبي قال إيه قال هي في النار للدرجات دي آه طبعا للدرجات لأن الجانب الاجتماعي في الإسلام هو اللي بيصون شكل الإسلام العلاقات بين الناس وقولوا للناس حسنة انت ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والصرح خير وحضرت الأنفس الشح والله يعلم المفسد من المصر إلى آخر هذه الآيات اللي بتصحح مصار المجتمع يبقى أمال إنكد اللي في حياتنا ده جايبين منين منين احنا إن احنا سايبين هذه البضاعة التي تركها هذا المراث العظيم الذي تركه لنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي جاء في القرآن العظيم وجاء في السنة النبوية الصحيحة مش بس كده نصوص إنما ممارسة مضيئة ومنيرة كما مارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه من الصحابة الكرام والصحابيات رضوان الله عليهم جميعا يعني عندنا تراث ضخمة ينور حياتنا اليوم القيامة جيل وراء جيل لكن حيلة بيننا وبين أن نستمتع بالإسلام فعتبرنا الدين ده شيلة تقيلة على دماغنا يورس الكآبة ويورس الزعل ويورس المعرفش إيه وإحنا يعني وقفين على أبواب جهنم إيه القرف ده من قال هذا الإسلام ده الرجل الجاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كلمة من النبي خاف طبقها على نفسه قال ربنا يستر أنا كده طب أسأل النبي النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنة وده برضو سلوك سلبي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر التكبر ده والغرور ده شيء سيء شيء يدل على غباء الإنسان ونقصه الإنسان من توضع الله رفع الإنسان المتوضع محبوب ووثق من نفسه هتغرى على إيه طولك قد إيه ولا عرضك قد إيه ولا وزنك قد إيه ربنا قال لك هو امشي كده في الأرض وإنت ماشي كده رجليك من توقلك هتحفر في الأرض ولا أنت طويل لدرجة إن أنت هتلمس النجوم لا ده ولا ده قال تعالى إنك ولا تمشي في الأرض المراحة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طوله يبقى خليك عند حدك بقى يعني خلينا بقى يعني متوضعين فالنبي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر هذا الرجل كان رجل شيك صحابي مهتم بلبسه يعني آسف نعله أو حزاؤه وبيدهن شعره والإسلام أمرنا بهذا فلما النبي قال كده هيدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر دي مصيبة فقال يا رسول الله بيقصد نفسه بس بيقولها بشكل يعني على استحياء إن الرجل يعني الواحد مننا الواحد مننا يعني إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة ملما حزاؤه الجزمة جديدة يكون شامة بين الناس ودي مفترض المسلم يبقى كده بلا تكلف يعني على حسب إمكانياته النظافة ما لاش علاقة بالإمكانيات فالنبي سمع منه كده هو كان خايف إنه يكون ده الاهتمام بدون مبالغة بالمظهر والنظافة والشياكة إن ده بر الدين أو ده داخل في إطار الكبر اللي يمنع الإنسان من دخول الجنة إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا حسنا ونعله حسنا فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد غاية في الجمال زي كل كلام النبي ومفاهيمه العظيم عليه الصلاة والسلام مش قال له لا ليس هذا من الكبر وكانت تبقى إجابة خلاص مريحة بقوله ده من الكبر اهتمام بالمظهر من الكبرياء والعنتظة والغرور يعني والتعالي على الناس فكان النبي قال له لا لا خلصت الإجابة كده لكن النبي عايز يضيف له ودي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والتوجيه والبيان والبلاغة الجميلة فمش قال له لا بس ده مش من الكبر قال إن الله جميل يحب الجمال وإحنا في قناة الصحة والجمال جميل هو بيسأله بالمناسبة السؤال على إيه؟ على المظهر اللبس الشياك والنظافة على حسب إمكانياتك فقال له لا ده اللي انت بتسأل فيه ده مش من الكبر ليس من الكبر مش دي بس الإجابة لا ده ربنا عايز كده كونوا في أعين الناس شامة النبي لما كان يقابل يلوثوب للمهنة وثوب لصلاة الجمعة وثوب لمقابلة الوفود وإقرأ زاد المعادل بن القيم تلاقي جمال وروعة كأننا ما نعرفش النبي على السلام كأننا بممارستنا ما نعرفش أننا نعرف حد تاني فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم ده حاجة يعني شيخ مسجد لا ده النبي حضارة النبي أمة النبي عظمة والنبي جمال والنبي عايزك تكون في أحسن ناس على أي الأحوال الحلقة معاكم يعني جريت بسرعة وأنا دايما بكون سعيد لكن خليني أرجع بسرعة في سطر واحد في جملة واحدة إلى الفكرة اللي أنا كنت عايزة أوجهها للمرأة والمرأة هربت مني النهاردة لكن كلمت في مفاهيم عامة إن شاء الله يكون لنا لقاءات في هذه المفاهيم المهمة جدا اللي هي مش جديدة بس محتاجين نعرفها كيف نكون نجوم كيف تكون نجمة تصل لمرحلة النجومية وخمس نجوم وسبع نجوم ومئة نجمة في بيتك في حدود إمكانياتك كيف يكون الزوج نجمة في حياته الزوجية إزاي يكون أولادنا نجوم في إطار علاقتنا الأسوال عشان نطلع ننور الدنيا كلنا يمكن ده يكون لنا معاك بإذن الله تعالى لقاء في حلقة قادمة نقول مع بعض في ختام المجلس سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة